تفتكر فارق الثمانية الثمانية بنت عن الزمالك هل الزمالك مش هقدر أقول أنه استسلم ولكن سؤالي ده هل الزمالك كده استسلم السؤال برضو الوجه الآخر منه هل تفتكر للأهلي حسب الطمأنينة بابتعاد المنافس التقليدي الأكثر إزعاجاً لي والقمة هي راحة يا أهلي يا زمالك بصراحة مع كامل احترامنا الموقف شبيه الأهلي كان في آخر نسختين اللي كان فقط فيهم اللقب النادي الأهلي في آخر نسختين كانت عنده الأفضلية في المرتين لكن تخمت المباريات وكثرت الإصابات بالزبط كده والأهلي مقبل على نفس الأجندة الكروية بالنسبة له هيبقى مضخم بعدد كبير من اللقاءات والبطولات والسفر والترحال فالنادي الأهلي كان النهاردة المكسب مهم ليه جداً مهم ليه لأنه كان عايز يعمل فارق علشان تحسباً لما هو قادم هل المسائل حسمت؟ المسائل لا بتحصل بعد لسه بصراحة نحن في الجولة 14 والدوري 34 جولة يعني النهاردة النهاردة كنا بنلعب المباراة الأهلي والزمالك دي رقم 126 والدوري 306 مباراة لسه المشوار طويل والنهاية بعيدة يعني احنا في شهر يناير النهاية قد تكون في شهر سبعة صحيح اللعبة والدكة المتخمة باللاعبين هو الله هيحسن صحيح وعلى النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك وعلى فيوتشر وبراميدز إن الاسكواد الكامل هو اللي هيخلي فيه نتيجة إيجابية في نهاية الموسم مش الـ 11 ولا الـ 14 ولا الـ 15 لاعب اللي بيدور في فلكهم أي مدير فني اللعبة مش هتقدر تكمل هذا الكم الهائل من المباراة حقيقي والعموما المنافسة بقت سخنة أهلي بيرميدز فيوتشر زمالك وقبلها كان زمالك فوق وبيرميدز ثم الأهلي ثم فيوتشر فبدأ الدور المصر وجدوا للترتيب في الدور المصر بدأ يبقى أكثر سخونة عما كنا بنشوفه قبل كده